أعداء حكم الجزائر لقضية بلدنا الوطنية الأولى ليس وليد اليوم أو ظرفية معينة بل ومستحكم فيهم منذ أن كان الرئيس الجزائري الحالي عبدالعزيز بوتفليقة وزير للخارجية في عهد الرئيس الراحل هواري بوبديا فالرئيس بوتفليقة ومنذ أن كان وزيرا للخارجية وبإعاز من اللوبيات العسكرية الجزائرية لم يترك وسيلة إلا ولجأ إليها للمسي بالوحدة الترابية للمغرب لتحقيق مآرب آنية فرضها قصر نظر القادة الجزائريين وحساباتهم الضيقة هذه العراقل التي تظهر في مناسبات معينة هي مجرد مؤشر أو دليل على أن الجزائر لها استراتيجية حقيقية منذ استقلالها منذ حركة استقلالها وهذه استراتيجية هي حركة على المدى البعيد هذا عامل جمود لعدم تغيير النخاب كذلك في هذا الباب نظن كان مشكلة للعجز الديمقراطي اللي كل شيء يتكلم عليها المعارضات الجزائرية بنفسها كان عجز ديمقراطيها لنعود قليلا إلى الوراء وبتبطيل تاريخ استقلال الجزائر وقتها كانت تؤيد مطالب المغرب لدى اللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار في استرجاع حقوقه على الصحراء من المستعمر الإسباني والوثائق في اللجنة ما زالت شهيدة على ذلك ولكن منذ سنة 1974 ظهرت أطمعها على الصحراء وإن كان رئيسها أنذاك وربو مدين يؤكد في العالم أن بلاده ليست لها أطمع ولكن وزيره في الخارجية عبدالعزيز بوسفليقة كان يلجأ على الصعيد الإفريقي إلى استغلال فقر الدول الإفريقية وشراهة بعض قادتها للتصويت ضد الوحدة الترابية للمغرب ومتأكد لإحدى مراسلات وكالة الأنباء الفرنسية خلال قمة نيروبي الجزائريين استفادوا ربما من غير قصد ولا من غير الطلب من هذا الوضع لأن فرنسا التي كانت توجد في الجزائر منذ 1830 وظهرت لها حقيقة المغرب في وسط القرن التاسع عشر لم تتوانى عن فعل ما فعلته إسبانيا في الشمال وبدأت تأخذ تمخور المغرب كلا الفكرية والثقافية السائدة على هذا الأساس أنها لا تسهل المراجعات لا تسهل مراجعات النفس وشعرنا الحق لحددنا هذا الهدف ولا ما حددناه نفس المحاولة لجأ إليها حكم الجزائر على مستوى دول عدم الانحياز لكنها باءت بالفشل الثريع ومع مرور الوقت لجأت إلى ابتداء صنيعة تحمل اسم جمهورية الوهم الصحراوية وتم إرشاء الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية كورجو من أجل إدراج الاعتراف بها إفريقيا العداء الجزائري للمغرب لم يقتصر على المجال الدبلوماسي وصرف فيه الحكم الجزائريون من أموال الشعبي من الحسابات السوداء ما هو بحاجة إليه لتحسين وضعه بل امتد إلى الساحة العسكرية عبر محاولات يائسة باءت بالفشل وقوبلت بالصرامة والحكمة في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر